في تونس التقى رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي ضمن مشاوراته لتشكيل الحكومة التونسية وفي الوقت الذي كان هذا اللقاء مؤشرا على قرب توصل الفخفاخ لتشكيل حكومته بعد أن عبرت حركة النهضة عن رفضها المشاركة في صورة إقصاء حزب قلب تونس أعلن حزب التيار الديمقراطي أنه غير معني بالمشاركة في الحكومة إذا ما استمر خلافه مع رئيس الحكومة المكلف بشأن الحقائب الوزرية لم يعد هناك رفض قاطع لمشاركة قلب تونس في مفوضات تشكيل الحكومة التونسية فبعد الاجتماع الثلاثي الذي جمع رئيس حركة النهضة رجل الغنوشي والوزير المكلف الياس الفخفاخ برئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يعود حزب قلب تونس الكتة الثالثة في البرلمان إلى مشاورات تشكيل الحكومة التونسية لأول مرة منذ تكليف إليس الفخفاخ بتشكيلها كان هو يعتبر أن نجم نكون نفيده في الحكومة وهو حر أما هو نجم يعمل الحكومة ويتفضل تبقينا في حكاية التصويت هذا سابق أولو نحن لا نحكي وانا نشوف الكاستينج ونشوف البرنامج كما قلنا نحن رأينا مش ميزاجيين القروي لم يخرج بموقف نهائي يحدد مشاركته في الحكومة من عدمها لكن عودة الحزب تمثل بحسب مراقبين خطوة إيجابية باتجاه تشكيل الحكومة بعد رفض النهضة منح الثقة إليها في حال إقصائه خطوة لم تحدد الأحزاب الرئيسية التي اختارها الفخفاخ لتكوين حزامه السياسي موقفها النهائي منها لكنه قد سبق لها أن رحبت باستبعاده من المشاورات وعدت المشاورات أمرا يعود إلى رئيس الحكومة المكلف ما يعنينا في الموضوع هو مواقعنا في طيار الديمقراطي داخل الحكومة هذه أن حكومة تقطع مع الفساة تضرب على أهدي الفاسدين بتبقى الحال لنا رأي أنه لابد أن يكون حزام سياسي إلى حد ما ضيق ضيق بمعنى ضعيف ضيق بمعنى هناك حد أدنى من الانسجاب لم يجد رئيس الحكومة المكلف الياس الفخفاخ مخرجا غير توسيع نتاق مشاوراته ليستجيب بذلك إلى طلب حركة النهضة وعدد من الأحزاب الأخرى على غرار حركة تحية تونس بضرورة العمل على تكوين حكومة وحدة وطنية لا تقسي أحدا يعتقد كثيرون هنا بأن الجميع بات يبحث عن مخرج لحفظ ماء الوجه تحت ضغط انتخابات مبكرة قد لا تتحمل الأحزاب والبلاد نتائجها في وقت بدأ فيه رئيس الحكومة المكلف مشاورات تكوين فريقه الحكومي قبل انتهاء المهلة الدستورية المخصصة لذلك علي الجسمي العربي تونس وينضم إلينا شراز الشاب عضو في مجلس اللواب عن حزب قلبي تونس مرحبا بك يعني نريد أن نزيل كل اللبس هل عرضت عليكم في قلب تونس المشاركة في الحكومة المقبلة وهل أنتم بالفعل تودون المشاركة؟ أولا أريد مساء الخير أريد أن أضع الموضوع فعلا في إطاره الموضوع ليس مشاركة قلب تونس لأننا نريد أن نشارك في الحكومة أولا لابد من الابتعاد عن المزاجية والاعتباطية والتعاطي المتسرع في موضوع الحكومة وتكوين الحكومة نحن نعتقد في قلب تونس أنه لابد من حكومة تضم أكبر طيف من الطيف السياسي لذهاب فوق الاعتبارات الحزبية للمصلحة الوطنية لأن تونس تمر بظرف دقيق ولا يمكن تبجيل المنافع الحزبية والمنافع الشخصية قبل المنافع الوطنية طيب هل إشراككم في الحكومة سيكونوا ضد هذا التوجه الذي عبرت عنه حركة النهضة بمعنى الذهاب إلى حكومة وحدة وطنية هل مشاركتكم تمنع ذلك؟ لا تمنع ذلك نحن أولا على خلاف ما ورد في التحقيق الذي سبقه نحن نحن الحزب الثاني منحنا الشعب الثقة في المرتبة الثانية أنتم الكتلة النيابية الثالثة في البرلمان أنتم الكتلة النيابية الثالثة في البرلمان لكن الكتلة النيابية الثانية في نتيجة الانتخابات لأنها تكون ائتلاف بعد الانتخابات ضم الطيار الديمقراطي مع حركة الشعب لكن نحن الحزب الفائز الثاني في الانتخابات يعني نحن في نتيجة الانتخابات كنا بعد حركة النهضة مباشرة طيب يبقى الخيار الآخر الآن أرجع للتحليل تفضلي بسرعة تفضلي يعني يبقى الخيار الآخر أرجع للتحليل لأقول أنه ليس هناك حزب فائز بمية وتسعة مقعد ليتمكن هذا الحزب من تكوين حكومته يعني لا بد من تكوين ائتلاف حاكم طيب يعني هذه هي نتيجة الانتخابات يعني أريد أن أفهم أن مشاركتكم في الحكومة مرهون بتقاسمكم لحقائب الحكومة ضمن هذا الائتلاف طبيعيا أن يكون لنا قول في الوزراء في الحقائب في البرنامج في طريقة التسيير في الأولويات ولا بد من تكوين حزام واسع لأنه لا بد من إجراء إسلاحات للخروج من الوضع الاقتصادي والسياسي الذي تمر به تونس الآن طيب هذا يعني في نهاية المطاف أن الحكومة وخلفها الفائز في الانتخابات سيفتقدون إلى أي نكهة للانتصار بعد ذلك إذا كنتم ستقاسمونهم كل شيء الظرف هو الذي لا يوجد انتصار فعليا في هذه الانتخابات لا يوجد منتصر لأنه ليس هناك أي من هذه الأحزاب تحصل على 100 وتسعة النتيجة كانت حركة النهضة في المرتبة الأولى وحزب قلب تونس في المرتبة الثانية ثم تليه تلك بقية الأحزاب يعني لا يوجد انتصار فعلي في هذه الانتخابات لا يوجد منتصر النتائج كانت متقاربة ولا يمكن لأي حزب أن يشكل حكومة بمفرده لأن لا يوجد حزب تحصل على 109 من المقاعد نعم شكرا جزيلا لك شيراز الشاب العضوى في مجلس النواب عن قلب تونس شكرا جزيلا لك